مدينة قامشلي بشمال وشرق سوريا تحتضن للمرة الثانية معرض الكتاب الكردي بهدف التعرف عن كثب على تاريخ وثقافة أحد المكونات الرئيسية في المنطقة الذي يحتفل اليوم بلغوته الأم وهو المكون الكردي دور النشر كانت حاضرة وبقوة في أول أيام فعاليات الدورة الثانية للكتاب الكردي المقامة برعاية هيئة الثقافة بإقليم الجزيرة في شمال وشرق سوريا التي أتحت الفرصة لمشاركة دور النشر الكردية من خارج سوريا أيضا تقام اليوم معرض الكتاب الكردي الثاني بمناسبة يوم اللغة الكردية طبعا في هذا المعرض يشارك العديد من دور النشر ومن مؤسسات ثقافية ومن اتحادات المثقفين عدد المشاركين 14 منها اتحادات المثقفين وأيضا هناك مشاركة من باكوري كردستان بعشر دار نشر يعني بالإجمال هناك 32 دار نشر مشاركين في هذا المعرض عدد الكتب المشاركة في المعرض 12.140 كتاب عدد العناوين المشاركة 3.035 عنوانا طبعا يستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام في كل فعالية مثمرة يتم تنظيمها في المنطقة تكون البداية بوقفة احترام وإجلال لكل الشابات وشبان المنطقة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن تنعم شعوبهم بالعيش الكريم والعمل الحر وكذلك الانفتاح الثقافي بعيدا عن جميع السياسات الظلم والاستبداد والإرهاب من خلال هذه المعارض نغذي عشق القراءة نعم من خلال المعارض وفعالياتها نفعل ذلك ونحن كإدارة ذاتية ندعم كل الأنشطة الثقافية الساعية إلى ازدهار اللغة الأم وسنواضب على هذا الدعم ونأمل أن تزدهر هذه المعارض لتصل إلى مرحلة المشاركة العالمية افتتاح المعرض جاء بمباركة وتهنئة من مختلف مكونات المنطقة التي شاركت المنظمين فرحتهم منذ اليوم الأول وأثنت على جهودهم الحثيثة في السعي إلى تنويع المشاركة حضورا ومحتوى ومنذ ساعات الصباح الباكر لقى المعرض إقبالا متنوعا من النساء والرجال من مختلف الفئات العمرية ومن المقرر أن يستمر ليومين آخرين متيحا فرصة المشاركة لأكبر عدد من الرواد في مجال الثقافة والأدب شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة